مرحبا بكم في الدرس رقم 29 الطرح دون احتفاظ لنفهم ونطبق نظم الصديقان أسامة وأمين زيارة لمركز التسوق الجدول جانبه يبين المبلغ المالي الذي كان مع كل منهما والمبلغ الذي صرفه كل منهما إذن أسامة المبلغ قبل التسوق بالدرهم 68 درهم المبلغ الذي صرف بالدرهم 54 درهم المبلغ بعد التسوق بالدرهم قد نبحث عليه أولا لاحظوا معي أسامة عنده 68 درهم رقم الوحدة ديال 68 هو 8 ونديره 8 ديال المربعة ثم لك تمتل 8 ديال الوحدات ثم رقم العشرات هو 6 إذن غد نديره 6 ديال العشرات 1 2 3 4 5 6 6 ديال المبلغ الذي صرفه بالدرهم قلنا 54 4 ديال الوحدات 1 2 3 4 و 5 ديال العشرات 1 2 3 4 5 المبلغ بعد التسوق بالدرهم لاحظوا قد نديره 8 قد نقص منها 4 إذن 8 إذا نقص منها 1 2 3 4 إذا نقص منها 1 2 3 4 ونديره 4 ديال الوحدات ثم 6 ديال العشرات إذا نقص منها 5 ديال العشرات أي تبقى 10 واحدة ونديره 10 واحدة إذن المبلغ بعد التسوق بالدرهم هو 4 10 ونكتبه هنا 14 بالنسبة لأمين المبلغ قبل التسوق بالدرهم هو 69 المبلغ الذي صرف بالدرهم 61 المبلغ بعد التسوق بالدرهم هو 69 ناقص 61 لاحظوا معي قد ندير العملية لكن قبل ذلك قد ندير العملية ديال أسامة لنقلنا 8 ناقص 4 8 ناقص 4 بقى 4 استدل العشرات ناقص 5 للعشرات تبقى 10 واحدة أمين قلنا 9 و 6 ناقص 1 و 6 9 ناقص 1 تعديل الوحدات ناقص 1 واحدة أو بعبارة أخرى 1 حلق ستوبش يوصل 9 8 ثم 6 ناقص 6 6 ناقص ناقص استدل العشرات تبقى 0 إذن المبلغ بعد التسوق بالدرهم هو 8 الدرهم ثم نمر إلى التمرين الأول أحسب الفرق بوضع وإنجاز العملية إذن نديره 60 ناقص الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات 0 ناقص 0 6 ناقص 3 3 شعر قصة البش توصل 6 3 4 5 6 حزن 3 إذن 60 ناقص 30 30 ثم 35 ناقص 14 5 ناقص 4 4 بقى لها 1 وتوصل 5 إذن 1 ثم 3 ناقص 1 1 شعر بقى لها يوصل 3 2 إذن 35 ناقص 14 21 29 ناقص 8 الوحدات تحت الوحدات 9 ناقص 8 8 شعر باشي توصل 9 1 1 2 ناقص لا شيء تبقى 2 إذن 29 ناقص 8 21 ثانيا منح أب لابنه حمادي مبلغ 35 درهما فصار عنده 67 درهما أحسب المبلغ الذي كان لدى حمادي من قبل إذن الأب ديالو أعطاه 35 درهما فصار عنده 67 درهما أحسب المبلغ الذي كان لدى حمادي من قبل قد نحسبه المبلغ اللي كان عنده باش مليزد له الأب ديالو 35 رجعت عنده 67 درهما بعمعنا واحد العدد زائد 35 كي أعطينا 7 وستون أو 67 ناقص خمسة وثلاثون ودلقوا هذا العدد هذا إذن ندر العملية 67 ناقص خمسة وثلاثون 7 ناقص خمسة خمسة ستة سبعة 2 6 ناقص ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة إذن 32 ونكتبو هنا 32 درهما المبلغ الذي كان لدى حمادي من قبل هو 32 درهما وثبت تعلماتي لإنجاز عملية الطرح التالية 59 ناقص 27 نضع العملية عموديا لاحظوا وحدات العشرات الوحدات 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 وثلاث العشرات 9 ناقص 7 2 5 ناقص إثنان ثلاثة إثنان وثلاثون 59 يسمى المطروح 57 يسمى المطروح منه المطروح منه وإثنان وثلاثون يسمى الفرق الطرح بالفرنسية La sustraction الفرق La difference التقنية La technique الاعتيادية Habitual التقنية التقنية الاعتيادية La technique VTL ننتقل إلى الحصة الثانية أضع وأنجز العمليات التالية ندر 95 ناقص 92 الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات 5 ناقص 2 3 9 ناقص 9 0 ثم 85 80 دائما الوحدات العشرات ثم الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات 5 ناقص 4 4 8 ناقص 3 5 3 إلى 5 للقاو 8 ثم 70 ناقص 50 دائما الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات 0 ناقص 0 0 5 6 7 7 7 7 5 2 ثم 63 ناقص 12 دائما الوحدات تحت الوحده governments تحت الوحدات تحت العشرات 3 2 1 6 1 5 15 ناقص 14 دائما الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات 5 ناقص 4 1 1 ناقص 1 0 ثم 81 ناقص 41 1 ناقص 1 0 8 ناقص 4 4 إذن 81 ناقص 41 40 رابعا في أسرة حميدو يبلغ الجد 95 سنة من العمر بينما تبلغ الجدة 82 سنة أما الأب فقد احتفل بعيد ميلاده 53 أحسب فارق السن بين الجد والجدة إذن فارق السن بين الجد والجدة هنا الجد عمره 95 سنة بينما الجد عمرها 82 سنة ففارق السن بينهما 5 ناقص 3 أو 5 ناقص 2 5 ناقص 2 9 ناقص 8 1 ففارق السن بينهما 13 سنة الجد والأب الجد عمرها 82 سنة والأب احتفل بعيد ميلاده 53 وخمسون إذن 2 ناقص 3 لا يمكن كيف ندره؟ سنسلف عشرة السلف عشرة ونرد السلف 12 ناقص 3 وهي 9 19 11 12 8 ناقص 6 2 6 7 8 فالطرح بالاحتفاظ ما غدين نشوفوه حتى الدرس المقبل لكن وخاكده غدين نزاد العمليات الجد والأب الجد 95 سنة ناقص الأب قلنا احتفل بعيد ميلاده 53 5 ناقص 3 2 9 ناقص 5 4 فارق السن بينهما 42 سنة ثم التمرير الخامس قام عبد المجيد بوضع عمليات الطرح التالية 35 ناقص 13 97 ناقص 51 ثم 16 ناقص 5 أكتشف الأخطاء في الوضع وأصححها في دفتري دون إنجاز العملية إذن سننصح الأخطاء بلما نجز العملية 35 ناقص ثلاثة عشر أشنو خصو يكتب؟ خصو يكتب الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات بمعنى خمسة خصو يجي تحت منها ثلاثة ثم واحد خصو يجي تحت من ثلاثة ثم 97 ناقص 51 هو أقلبهم خصو يدير 97 ناقص 51 ثم 16 ناقص خمسة أيضا خصو يدير 5 تحت الوحدات سادسا أكتشف الخطأ في العمليات التالية وأصححه لاحظوا 58 ناقص 17 فسبعة رقم الوحدات خصو يكون تحت رقم الوحدات ثم واحد إذن لن نديره قد نديره 58 ناقص 17 بعد طريقة 8 ناقص 7 واحد خمسة ناقص واحد أربعة ثم 19 ناقص 13 9 ناقص 3 ليس 2 وإنما 6 جيد الوحدات تحت الوحدات العشرة تحت العشرة 9 ناقص 3 قلنا 6 6 7 8 9 ثم واحد ناقص واحد صفر الخطأ هنا في الوضع سيدير الوحدات تحت الوحدات ناقص 3 أربعة ناقص 3 واحد 6 ناقص لا شيء 6 سابعا ادخلت سلاثة مبلغ 53 درهام تريد شراء لعبة ثمنها 97 درهام يعني جمعت 53 درهام وبغتري واحد اللعبة ثمن ديالها 97 درهام اقترحت أمها خنساء أن تمنحها المبلغ الذي ينقصها شريطة أن تحدد العملية المناسبة لحسابه وساعد السلافة على تحديد العملية المناسبة لحساب المبلغ الذي تحتاجه بوضع علامة فيه قلنا ادخلت يعني عندها جمعات 53 درهام اللعبة الثمن ديالها 97 درهام فالمبلغ الذي ينقصها وش هو 97 ناقص 53 أو لا 97 زائد 53 فبطبيعة الحال 97 اللي هو الثمن ديال اللعبة ناقص المبلغ لجمعات وقد نلقى المبلغ الذي ينقصها إذا ما ندره علامة أضعوا وأحسبوا المبلغ الذي تحتاجه سلافة 97 ناقص 53 7 ناقص 3 4 4 5 6 7 9 ناقص 5 4 أيضا إذن المبلغ الذي تحتاجه سلافة هو 44 درهامان ناقص 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 ناقص